ترجمة نانسي قنقر تطالبوا أيضا بوقف العنف والعمليات العسكرية على قطاع غزة مشددين على ضرورة حماية المدنيين لا سيما الأطفال وإدخال المساعدات الأحداث المتسارعة التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة تحديدا قطاع غزة كانت السبب الرئيس وراء اجتماع قادة دول ورؤساء وفود أكثر من 30 دولة إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية اجتمعوا جميعا على طاولة قمة القاهرة للسلام هذه القمة التي بحثت تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية في ظل استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة أشار عدد من المتحدثين إلى أن ما تشهده المنطقة جاء نتيجة لعدم إعطاء الحق الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية وإنما تشهده هذه المنطقة من عنث وكوارث ليس إلا نتيجة حتمية وأرضا من أعراض الإشكال المركزي الذي يعصف بأمنها واستقرارها منذ عشرات السنين والمتمثل في عدم إنفار حق الفلسطينيين في إقامة دولة النات سيادة عاصمتها القدس الشرقية كذلك فإننا ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وبشأن ملف تهجير الشعب الفلسطيني أشاد رئيس جمهورية قبرص بالموقف المصري الأردني إزاء وقف عمليات تهجير الفلسطينيين بدوره أعرب رئيس وزراء الجمهورية العراقية عن رفض بلاده لمحاولات عملية التهجير جراء القصف الإسرائيلي إن العراق يرفض بشدة محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله ولا مجال أبدا للحديث عن إعادة التوطين أو خلق معسكرات للجوء وفي ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدليل الصعاب عبر معبر رفح لإدخال المساعدات بالتزامن مع ذلك أكد المشاركون بضرورة فتح ممرات آمنة لإدخال هذه المساعدات على جانب المعبر من الطرف الآخر أشخاص بلا مأوى بلا غزاء بلا دواء أمهات تعاني أطفال تعاني وعلى الجانب الآخر شاحنات ملأة بالمؤن وعلى الجانب الآخر معدات جوعة خاوية من الطعام كل هذا لصعوبة عبر الممرات وصعوبة عبر المؤن الغزائية إلى قطاع غزة نساعد ونؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية الذي كل من تحدث أكد على هذه النقطة أما فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من مدنيين وأطفال أكد الحضور على ضرورة حماية الأطفال والمدنيين جراء التصعيد الحاصل النقطة الثالثة يجب أن نمنع ونكون مع الأطفال الأبرياء الموجودين في هذه المنطقة ويجب علينا بالطبع أن نسلك كل المسالك الممكنة لكي نحمي المدنيين وخصوصا الأطفال وفي صدد ذلك طلب رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الالتزام باتفاقية أوسلو منوهين برفضهم تدمير البنية التحتية لأسيما المرافق الصحية طالما هناك رغبة سياسية هناك مستقبل إن مؤتمر مدريد في 1991 واتفاقية أوسلو هما مثالان يمكنهما أن يحتويان على الأمل إذن علينا أن نغتنم كل هذه الفرص لإحلال السلام تدمير البنية التحتية بما في ذلك المرافق الصحية ليس مكبولا على الإطلاق وقد شهدنا قصف عدد من المستشفيات وفي ختام حديثهم أكد الجميع على ضرورة وقف العمليات العسكرية لتحقيق السلام العادل والشامل الدعوة إلى خفض التسعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة وإلا تصراع قد يفضي إلى ما تبقى من فرص وأمال السلام والاستقرار ترجمة نانسي قنقر